أنا أقول بأن أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيداً على يده أنا حقيقة أن أفضل أن أستشهد باللف 16 أو بالصواريخ من أني أموت بالكورونا أو من أني أموت بجلطة أو بسكتة أو بحادث طرق أو بشغلة منها اللي بيموتوا منها الناس فأنا أفضل أن أقتل شهيداً عن أن أموت في طيسة فنحن نخشى الموت على فراشنا كما يموت البعير نخشى أن نموت في حوادث الطرق أو بجلطة دماغية أو بسكتة قلبية لكننا لا نخشى أن نقتل في سبيل ديننا وفي سبيل وطننا وفي سبيل مقدساتنا ودماؤنا وأرواحنا ليست أغلى من دماؤ وأرواح أصغر شهيد قدم روحة أو غالية في سبيل هذا الوطن وهذا الدين وهذه المقدسات أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ إني يومين؟ يوم مكتوب فيه الموت ويوم مش مكتوب فيه الموت يوم لا يقدر أم يوم ما قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه ولا حد في الدنيا رح يقدر يقتلني يوم هو مش مكتوب علي الموت ومن المقدور لا ينجو الحذر وإذا مكتوب لو في بطن الأرض ألف بيل سيقتل ولو كان في بروج مشيدة أنا أعلم أن الحياة بيد الله سبحانه وتعالى وأن تهديداتهم وإرادتهم وطيراتهم لن تقصر من عمري يوم